بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 7 part 6 by axial bending in short columns في الجزء دوت عايزين نلخص كل اللي قلناه بالنسبة للدزاين في حالة الconcentric او في حالة الاكسنتريك هنا مثال في حالة الاكسنتريك عندنا الفورس اللي هي بن بيبقى معلوم الاكس ومعلوم الاي واي طب اي خطوات الحل خطوات الحل المفروض تطوية تحسب اول حاجة ب 0 إيه ب 0 يعني ال e x تساوي 0 والبي بتساوي 0 كالكوليات البي 0 y اللي هي البي n في حالة ال e بتساوي ex والإ y بتساوي 0 الخطوة الثالثة بنحسب البي 0x اللي هي البي n في حالة الاكسنتريستي في الاتجاه x بتساوي 0 والاكسنتريستي بتساوي ال اي واي بعد كده بنحسب ال بي ان يبقى دول الاربع خطوات المفروض تبدأ بيهم في حالة الديزاين لما يبقى عندك اكسنتريك لود طبعا الكونسنتريك لود لخطوات مختلفة ده الكروس سيكشن بتاعك متحدد عليه قيمة ال اي اكس المفروض حسبتها وال اي واي المفروض حسبتها اللاحظ هنا ان في الكولام دوت ان دايما البي يو لازم تبقى اقل من او يساوي الفاي مضروبة في البي ان يعني الابلايد لود اقل من السترينز بتاعة الخطوات والفاي هنا بتساوي سبعة من عشرة ممكن تطبق الكلام دوت على الكروس سيكشن بتاع العمود الموجود عندك الديمينشن بتاعة العمود عندك حديد التسليح الموجود اللي هو تمانية نمبر عشرة عندك خواص الخرصانة الاف سي والاف واي عندك الاكسنتريستي في اتجاه الاكس والاكسنتريستي في الاتجاه واي هتطبق الخطوات السابقة علشان تبدأ تحسب البي ان بتاعة الكولام باستخدام كل المعادلات اللي موجودة في الشابتر بتاع الكولام اشتركوا في القناة